مشاهدين أسعد الله أوقاتكم إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم هناك انخفاض تدريجي وقليل على درجات الحرارة حتى يوم الثلاثة ثم بعد يوم الثلاثة ترتفع تدريجيا مشاهدين فاصل ونعود شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقلية مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد نتوقع أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة أجواء تقريبا صيفية عادية درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى في المناطق الشمالية 30 والصغرى 18 المرتفعات الوسطى 28-18 المرتفعات الجنوبية 26-17 الأغوار حوالي 37-38 إلى 26 درجة مئوية العقبة أجواء حارة 38-26 والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-22 والبادية الشرقية أجواء حارة 41 إلى 24 درجة مئوية يوم الأثنين تبقى الأجواء صيفية عادية تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء صيفية عادية نهارا لطيفة ليلا العظمى في المرتفعات الشمالية 30 إلى صغرى 20 المرتفعات الوسطى 29-17 المناطق والمرتفعات الجنوبية 26-16 أجواء لطيفة أجواء حارة في العقبة 37 إلى 25 درجة مئوية والأغوار أجواء حارة عفوا العقبة أجواء حارة 38 إلى 25 والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة 36-21 والبادية الشرقية والرويشد أجواء حارة والعظمى 41 والصغرى 22 درجة مئوية يوم الثلاثة انخفاض على درجات الحرارة أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة لكنها حارة نسبيا في الأغوار والعقبة وأيضا منطقة البادية الجنوبية والشرقية المرتفعات الشمالية 27-19 المرتفعات الوسطى 25-16 والمرتفعات الجنوبية 23-13 حتى تميل الأجواء إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العقبة 35-23 والبادية الجنوبية الشرقية 30-16 والبادية الشرقية أجواء مغبرة وحارة 38-17 درجة مئوية يوم الأربعة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لكن يوم الأربعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الجبال الشمالية 29-20 والمناطق الجبلية الوسطى 26-18 والجنوبية 23-17 والأغوار حوالي 35 والعظمى والصغرى بحدود 26 درجة مئوية العقبة أيضا أجواء حارة 35-26 درجة مئوية جواء حارة نسبيا لكن أقل من المعتاد درجات الحرارة في البادية الجنوبية 28-17 وفي رويشد 33-21 درجة مئوية مع أجواء مغبرة يوم الخميس ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح تقريبا الأجواء حارة نسبيا إلى حارة حارة في المرتفعات الشمالية 33-21 المرتفعات الوسطى تقريبا أجواء صيفية عادية 29-21 الجنوبية 26-21 العقبة أجواء حارة 38-28 والأغوار والبحر الميت أجواء حارة 38-39 والصغرى بحدود 28 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 33-21 وأجواء حارة نسبيا في البادية الشرقية 35-24 درجة مئوية أما يوم الجمعة القادم تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح أجواء حارة نسبيا إلى حارة في موضم مناطق المملكة المرتفعات الشمالية 35-22 المرتفعات الوسطى 32-22 والمرتفعات الجنوبية 29-21 الأغوار الأجواء حارة بحدود 40-42 العظمى والصغرى بحدود 30 درجة مئوية العقبة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 41-30 البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 35-22 وأجواء حارة في البادية الشرقية والرويشد العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية مشاهدينها في المملكة الأردنية الهاشمية شكراً لمتابعتكم ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكراً للمشاهدة